انابى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يعقد في مملكة البحرين ويعد أكبر وأعرق تجمعا للقادة في مجال الصيرف والتمويل الإسلامي في العالم وذلك بمشاركة أكثر من 1300 قائد من القطاع العالمي وصناع السياسات المالية وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المشاركين في المؤتمر وتمنيات سموه بأن تسهم أعماله ومخرجاته في تطوير صناعة المصارف الإسلامية وابتكار آليات جديدة تعزز من إسهامها في نظام المالي العالمي وأكد سموه اهتمام حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعزيز نشاط القطاع المصرفي كرافد مهم في المنظومة الاقتصادية وترسيخ المكانة الرائدة التي حققتها المصارف الإسلامية محليا وأقليميا وعالميا نتيجة تعظم دورها وانتشار مبادئها ومنتجاتها المبتكرة التي تواكب متطلبات الحركة الاقتصادية والاستثمارية وعبر سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بكونها من أوائل الدول التي أدركت إمكانيات النمو الهائلة للتمويل الإسلامي وعملت على حشد الإمكانيات وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية التي عززت من تنافسية البنوك الإسلامية بحيث باتت المملكة تستضيف أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى المنطقة وأشهد سموه بدور المصارف الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة وأثنى سموه على جهود القائمين على المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مؤكدا أهميته كمنصة تشمع بين قيادات العمل المصرفي لتسليط الضوء على أهمية التمويل الإسلامي في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي بين البلدان ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة الواعدة واكتشاف فرص النمو على الساحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر